بقي من الزمن حوالي 40 دقيقة والحقيقة من اليوم الأول وحتى هذه اللحظة حالة من حالات الإقبال الكثيف في مختلف اللجان المنتشرة على مستوى الجمهورية كثافة تصوطية كما نتابع عبر الشاشة وعبر النوافذ المفتوحة على كافة اللجان إقبال كبير نتحدث عن الـ 40 دقيقة الأخيرة أو ما يقرب من 40 دقيقة وتغلق صناديق الاقتراع في مختلف اللجان المنتشرة في أنحاء الجمهورية الحقيقة المصريين قادرين دائما على إثارة الدهشة وعلى الإقبال بمختلف الأطياف المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري والسياسي الأرفع والأهم في الحياة السياسية المصرية يشرفنا ويساعدنا أن يكون معنا في الستوديو سعادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية والحديث عن اليوم الثالث وحصاد الأيام الثلاثة في الانتخابات الرئاسية 2024 منرحب بحضرتك من ورنة أهلا بسادك دكتور محمد وكل سادر المشاهدين سادة النائب بداية يعني إجمالا أهم الملاحظات أهم المشاهدات من اللحظة الأولى لانطلاق العملية الانتخابية وحتى الآن قبل إغلاق الصناديق بنصف ساعة عملية انتخابية المصريين أثبتوا فيها والتصويت فيها بكسافة غير عادية في كل لحظة بيبقى فيه دخول إدلاق بالأصوات تكدس للإدلاق بالأصوات فرحة لنا أن نحن نشوف المظهر الحضاري ده المواطن المصري بيستخدم حقه الدستوري والديموقراطي وبيختار بحرية تامة بيختار في أمن وأمان بينزل النهاردة عشان يحط قدامه مستقبله في خلال الست سنوات القادمة مظهر حضاري عملية انتخابية حضارية راقية على مستوى عالي جدا من الجمال ومن الاحترام ومن الرقي ومن الخدمات النهاردة بنشوف قدامنا مظهر الحقيقة مش شفنهوش قبل كده وأسعدنا جميعا